تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة حلقة اليوم خفيفة لطيفة لأنه جاي بعديها حلقات كتير من قصة الجمعة اللي حضرتها للسنة جاي صراحة نذقيلة كتير وطويلة فقلت لازم أخفف شوي خصوصاً إنه هذا الأسبوعين الأخيانات فكرت القدم كانوا ذقال كل يو ثلاثة أيام تقريباً في مباريات مهمة وحاسمة فخلينا نخفف عليكم هذا الجمعة ونخلي قصتنا خفيفة وبذكركم كالعادة تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب عشان يوصلكم المقاطع فيها بشكل مستمر ولكن خلونا نبدأ قصتنا مع حكم ربما ما كنا حنعرف وما كان حدا حيتكنه لو لما عمل التصرف غريب جداً ومن المعروف الحكام عشان يقلدوا بالتاريخ لازم يعملوا غلطة كبيرة جداً أو يكون شكلهم غريب جداً لأن الحكم الشاطر الناس حتنساه ما حتحس بوجوده في أرض الملعب ومن المعروف في حكام بيعطوا بطاقات صفرة كثيرة حمرة كثيرة لكن غريب جداً أنه حكم يقدم على طرد نفسه بس هذا اللي عمله أندي وين 39 سنة كان عمره وكان يحكم في دور السنديليغ أو دور الهواة في بريطانيا بتربرا نورث اند بواجه رويل ميل في عام 2005 وفي الدقيقة 62 تقريباً بتقدم بتربرا بهدف وفي الدقيقة 62 تقريباً رويل ميل بسجل هدفه الثاني ليتقدم 2-1 على بتربرا هناك حارس بتربرا استلم الحكم وظلوا ينتقد فيه ويقول له والله كل ما نلعب معك بتصير مصيبة وكل ما تحك منا بتصير كأثة فقد الحكم أعصابه وخصوصاً أنه في تلك اللقاء من أول دقيقة لآخر دقيقة واللعبين عم يتذمروا ولما فقد أعصابه رحض راسه برأس الحارس وبدو يضربه وكان ناوي يضربه ثم فجأة تراجع الحكم هدي مسك بطاقة حمرة طرد نفسه وغادر اللقاء والتغت المباراة لأنه ما كان في حكم بديل بعد المباراة عاش دوري السندي ليج ربما أشهر لحظة في آخر 20 سنة بي بي سي جارديون انديبندن تيليجراف كلهم لو تروحوا الدوره بسنة 2005 على جوجل في تلك الفترة عن هذه المباراة هتلقون مغطوها كلهم ركضوا على الحكم يسألوا شو صار شو عملت شو يا مجنون قال ببساطة أنا قمت بتصرف غير احترافي في الملعب ولو لاعب عمل نفس تصرفي كنت حطرده فطرت نفسي بس استدرك وقال أنا غلطت كثير اني حكمت هذا المباراة كان عندي ظروف شخصية كثير صعبة في تلك الفترة ما كنت جاهز نفسيا أخوضها وندمان اني خدها لكن صار اللي صار واعترف أندي وين أيضا انه كان في باله يضرب الحارس لكنه في آخر لحظة مسك أعصاب وإلا كانت الكارثة أكبر من مجرد حكم بيطرد نفسه ولو تعملوا بحث في جوجل على أكثر اللحظات الكروية المثيرة للضحك أو الغرابة دائما بالعالي حتلقوا أندي وين من توب 5 رغم أنه في دور الهواة لكن قصته خلدت دور الهواة كله في كثير سجلات في كرة القدم اتواصلت مع أندي وين عبر أحد الصحفيين الإنجليزي الأصدقاء وقال لهم ببساطة أنا ما زلت متابع الصنديليك طبعا كبرت في العمر الآن ما عودت أحكم ما زلت متابع الصنديليك ما زلت مهتم فيه وعلى لقطة هذيك كثير ناس لسه بيتواصلوا معي وبيحاولوا يسألوني وبيحاولوا يطلعوني من مقابلات بس أنا ما بدي لأنه أوكي أنا حاسس أنه ناس لسه عم تتذكرني بس للأسف عم تتذكرني بيهفوا بغلطة وما بدي أركز على نفسي فيها وبيدي يعيش حياتي وأنسى تلك الغلطة طبعا عندي وين أتعرض لعقوبة الاتحاد المحلي اللي كان تابع له واتعرض أول شي لإيقاف 35 يوم ثم تمددت لخمس سنوات وخرج بتصريح قال هذي مش عقوبة خمس سنوات هذا حرمان مدى الحياة لأنه خمس سنين من حياة الحكم يعني نهايته المشكلة بعد هذا الحرمان خرج الحارس ريتشارد مككافين اللي هو كان الحارس سبب المشكلة في هذه المباراة وقال بصراحة أندي وين أحسن حكم كان عندنا في الصندليق وكن دائما أرتاح معه واللي عملته في تلك اللقاء كان مجرد ردد فعل عهدف اطلقيناه واثناء البحث عن قصة وين أكثر لفت انتباهي موقع نمساوي أعتقد لفظه بوليستيلر هيك سي هيك فاختار وين لقصة أكثر موقف صادق في كرة القدم وأعطوه ما يسمى جائسة الكرة المثيرة لأنهم قالوا الرجل عبر عن مشاعره عن غضبنا عن عواطفنا وأنه كلنا إحنا لما نحضر كرة قدم منعبر عن عواطفنا عن الإشي اللي مكبوت فينا منطلعوا في هذه المباراة أمرات من صغط أمرات من فرحة أمرات من مبالغة بالنقد أمرات من مبالغة بالفرحة أشياء جواتنا عم نطلعها في هذه اللعبة وأشار هذا الموقع أنه تفسير ظروف شخصية وين كانت وفاة صديقه قبل المباراة بيوم وأيضا مرض زوجته بمرض عضل وطويل الأمان في نفس الفترة تقريبا فالرجل داخل غير جاهز دينيا ارتكب هفو تاريخيا لكن خلقته بالتاريخ ولو بشكل سلبي وخلت الناس تذكره بقصص ومنها قصص الجمعة اللي حنكملها إن شاء الله الأسبوع الجاي بمواضيع أهم طلبتوها لكن تعودوا علي دائما كل شهر حكس الروتين بقصة خفيفة على جنب واشتركوا بقناة سيرفيسبورت وأطلبوا قصصكم بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله